أدوار إيه الفرق ما بين المدرب اللي هو جوزيجو ميز والمدرب اللي فات أوسيريو اللي هو مدرب الزمالك الثالث دي أول حاجة بناء الهجمة بتاعهم عامل إزاي هنا بص حضرتك مين اللي واقف ناحية اليمين مصطفى الزناري دايما هتلاقي واقف مين اللي فتح أكتر أحمد فتوح عبد الزيادة شوية فهتلاقي مصطفى الزناري بيروح معهم كمساك ثالث عشان الطريقة تبقى ثلاثة وراء لأنه الناس تقول لك طب هو مش معنى الزناري كل الناس تقول لك عمر جابر لا ما ممكن يبدأ يا جماعة بالزناري بحيث إن الزناري ده بيقف يدي له حماية خاصة اللي قدامه مين زيزو لا وقلناها خلاص كأنه بيلعب تلاتة وراء مصطفى الزناري مصطفى الزناري ومين اللي فتح هناك يعني أنت حاجة بص هناك في الآخر خلص تلاقي زيزو زيزو فتح خالص زيزو ما بيخشش لجوه زيزو دايما فتح الطرف عشان عايز يعمل عرضيات فانت محتاج باك معه واقف زي الزناري هنا فتحه وهنا طبعا الاتنين اللي هم في النص هو كان بيلعب هنا بسفر وقعفر اللي هو أصلا مش مسافر معهم في الماتش ده ودونجا في وسط الملعب كمل هات الصورة اللي بعدها نفس الشكل بصوا بقى هنا باين باين أكتر مين اللي فتح هنا فتح زاد أكتر زاد أكتر ومصطفى الزناري للسوارة مين اللي قدام مصطفى الزناري عند الحاكم الرايا اللي هناك زيزو زيزو فتح الملعب فتح الملعب خالص فدي ومين الاتنين اللي قدام الاتنين اللي قدام ناصر منسي وعبدالله السعيد جنبه وناصر مهر هو بيقرب من دونجا هنا هو دايما كنت أنا بشوف فيديوهات لجوزي جو ميز جوزي جو ميز من المدربين اللي بتحب بتلعب وراء صناع الارتكاز بتاع المنافس يعني بتتكلم في ظهر اللعبة اللي عندنا براءة عاطية إمام عشور كل الناس اللي بتلعب في مركز ست عشان كده كان بيعمل إيه ساعت كان بيحط ناصر مهر وينج الماتش اللي فات حط ناصر مهر وينج وجنبه عبدالله السعيد وزيزو ليه؟ رغم أنه أصلا ناصر مهر اللي بيلعب وينج ولا عبدالله السعيد بيلعب وينج بس هو عايز يستغل المسيحات اللي هي في ظهر الارتكاز فأحيانا بيبدأ كده بس هو قدام النادي اللي صعب هيبقى واحد بس اللي هو عبدالله السعيد اللي هو يستلم هنا بيحاول بصوا عبدالله السعيد فين قاطع جنب ناصر مهر بيحاول يستغل المساحة كانه مهاجم تاني وبيحاول ينزل يستغل المساحة دي وده شكل البلد أب بتاعهم بناء الهجمة بتاع نادي الزمالك هيبقى ازاي؟ فاتوح دايما بيبقى فاتح مصطفى الزناري مستني شوية عكس عمر جابر عمر جابر لما نزل الشوط التاني عنده نزعة هجومية نزعة هجومية طاير على طول فدي بالعكس تبقى ريسك للزمالك لو بدأ باتنين طايرين في مطش زي ده ريسك عشان كده هو أنا شاف أنه هو هيبدأ بمصطفى الزناري زي وكان هو بيفكر في مطش الأهلي في مباراة الداخلية بيحاول يجرب إن أنا بحط مصطفى الزناري يقف يبقى ثلاثة من ديك حماية والبناء كله على ناحية فتوح إذن أنت كنادي أهلي هنا أفكر في هاني ولا أفكر في عمر كمال دي بتاعة كولر مش بتاعة ما هو دي دي أنت النهاردة بتحط الاحتمالات قدام كولر النهاردة جابة الزمالك الشمال قوية فتوح فاتح فيها ومصطفى شلبي قاطع فأنا قدامي حلين الناس كلها عمالها بتفكر طب هاني أنا شايف هاني برضو كويس هاني ممتاز أنا في الحل ده أنا ما بيدورش على الباك على قد إن أنا عندي جابهة فيها باك وفيها وينج لازم الاتنين يكملوا بعض في الناحة الدفاعية بمعنى لو بلعب فيها ريدا سليم بلعب فيها بيرسيتاو يلعب فيها حسين الشحات يلعب فيها أحمد عبدالقادر يلعب فيها طاهر والباك أي أن كان الاسم لازم الاتنين يكملوا بعض ولازم دي يباليه دور دفاعه ويرجع بسانة زمان والارتكاس كمان طبعا لازم يميل شوي يزم يميل معه نكمل هنا برضو نفس الشكل يا كابتون ساني بص هنا فتوح فيين هنا لسه هم بيبنوا مصطفى الزناري واقف مزاتش مصطفى الزناري واقف هو عايزه يبقى تالت معهم وراء بيأخر دايما ومين اللي بيزيد فتوح وقدامه أدي ناصر ماهر وأدي عبدالله السعيد بيحاولوا يهجموا المساحات اللي أنا بيقول لحدك عليها اللي هي ايه اللي هي في ظهره سناء الارتكاز اللي هي ناصر ماهر وعبدالله السعيد إن شاء الله نكمل نفس الشكل هنا بقى بينا أكتر كمان في الدقيقة تمانية هيبصوا مصطفى الزناري فيين واقف دايما على طول متأخر خلاص يا فكرتك وصلت إن هو بيلعب الباكر ويت مصطفى الزناري عشان يقمن أكتر عشان يقمن فتوح ومين اللي فاتح هناك خالص زيزه ومين اللي داخل لجوه ناصر ماهر اللي هو بيلعب أصلا وينج داخل لجوه وجنبه عبدالله السعيد الحال النهاردة برضو العملية مختلفة الداخلية الزماك لما يقابل الداخلية غير ما يقابل الأهلي طبعا الداخلية عنده كسافة عددية وبيلعب على التعادل فممكن زيزه يكون يعني عنده تكلفات أو تعليمات من جميز افتح الملعب عشان نوسع الملعب وده من الأهلي ممكن لعب نفس الشكل ولا هيدوم من نص الملعب ويعمل كسافة عددية فاصل الملعب أفضل هو في الشوت ده هو معرفش يجيب جوان أصلا ليه؟ لأن مصطفى الزناري أصلا ما كانش بيهاجم لما نزل الشوت الثاني عمر جابر زي ما حداك قلت الداخلية خانقين الملعب فأنت محتاج زهرين بيجروا أكتر لما عمر جابر نزل الشوت الثاني قدر إن هم يسجلوا منه لكن قدام النادي الأهلي أعتقد إن ده السيناريو اللي أقرب طيب نكمل معنا برضو هنا بقى الجابهة اليسرة الكلية اللي هي جابت أحمد فتوح بص حدك هنا دايما بيحضروا ويلعبوا المين لأحمد فتوح اللي دايما بيتقدم وبيعمل العرضيات لناصر مانسي في ظهر المدفعين ومين اللي بيبقى زايد عبدالله السعيد اللي هو رقم عشرة وجنبه ناصر مانسي ناصر مانسي واحد من الناس اللي هي لازم ترعيبها كويس ولازم تسحلها داخل كأنه مهاجم تاني ومين اللي لعبها بالرأس ناصر مانسي آه فهنا دي كانت أحسن لعبة تقريبا للزمالك في الشوط الأول قدام الداخلية تمام نكمل برضو هنا ده كلمنا على الفكرة الأولى في بناء الهجمة آه إنه واحد بيقف اللي هو مصطفى الزناري وواحد بيزيد الفكرة الثانية فكرة التمريرات الطولية آه أول دي في قرارك كتير جدا في مطشط الزمالك مع جميس في التلاتة اللي فاتوا هنا برضو لو تلاحظ هتلاقي أحمد فتوح فاتح ناصر مهر داخل لجوه الزناري هنا مين اللي بيعمل عشان كده قلت لحداك حمزة المسلوسي المسلوسي واحد من الناس اللي كورتها من تحت حلوة آه فالمدربين بتحبها رغم إنه هو بطيء وانا بشوف إن انت لو لعبت بمهاجم سريح لكن في البلد أب يعتمد على التمريرات بتاعته البص بيطلع سليم اللونج بص التمرير الطولي لزيزو في ظهر المدفعين يعني زيزو هاي بتتلعب له تمريرات طولية كده لزيزو كمل هات الصورة اللي بعدها هتلاقي راحت فين لزيزو ده واحدة من الأفكار النهاردة إن انت بهم هيعتمدوا على التمرير الطولي في ظهر مين علي معلول لازم المساكن هتعلي معلول يميل شوية اللي هو محمد عبد المنعم عشان يقفل شوية مهم جدا محمد عبد المنعم لازم دايما يرحل في ظهر معلول مهم جدا ليه؟ عشان خاطر أغطي المساحة ودايما يكون فيه مساعدة مع علي معلول لقدام زيزو إن محمد عبد المنعم يكون بيغطي المساحة اللي في ظهر إيه؟ علي معلول وواحد زي مروران عطيها لازم يميل عشان الكرة التانية يقدر يسيطر عليها طيب واحدة من الأساسيات ولازم الوينج سواء بقى بدأ مثلا حسين الشحات سواء بدأ ريدا صليم أي حد في ناحية اليمين لازم يكون بيرجع هنا برضو نفس الفكرة هنا زيزو بص فين زيزو فاتح والاتنين اللي بيهاجموا في ظهر الاتنين الارتكاس فده انت بتكلم على فكر جميز حتى لو الأفراد اتغيرت بس فيه عناصر أساسية عنده نفس التوظيف يعني زيزو مستحيل إن هو ما يبدأش مثلا ناحية اليمين يعني زيزو هو خلاص باين قوي من فكره مستحيل ما يبدأش بفتوه فيه مدربين في المباراة اللي زادة دكتور سابت ممكن يفاجئ بلاعيب كان مستبعد لعيب بعيد بطريقة لعب جديدة النهاردة إذا ما تقولي بلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد ممكن المدرب بيغير طريقة لعبه أو يغامر بلاعبين كانوا بعد شوية ويبقوا مفاجأة بالنسبة للجمهور ولا المباراة اللي زي دي انت بتلعب على الأمان ممكن في العيب واحد يعني أنا شايف إنه ممكن محمد شحات يعني التغيير في حدود واحد واحد بس ليه؟ لأن الزمالك أصلا مركز تمانية عنده مش قوي يعني عنده روقة وجنبه دونجة فممكن واحد زي محمد شحاتة هو أصلا بدأ به حتى في مطش الإسماعيلي وبعدين أعاده ممكن يفاجئ هو خرجه علشان الانذار بس المطشن اللي بعد كده ملعبش علشان يعني لسه داخل الفرقة وخد انذار كان متعصب خاف ياخد الطرد فممكن يكون طلعه ممكن المفاجأة تحصل في لاعب في اسم لاعب لكن كتوظيف وكفكر زي ده صعب لأن فكر الرجل بقى واضح خلاص انت من الثلاث ما تشاطر بتوع جميز هتلاقي فكره كده فهو يغير في اسم لكن كفكر لا يعني كفكرة زيزو صعب يقعد مستحيل يقعد واحد زحم يعني فيه حاجات أساسية نكمل كمان بص اكتنا نسان نشوف الشكل اللي بعد كده بعد ده صمرة هنا بقى دي الكرة اللي جات جون هنا الشوت التاني لما نزل مين عمر جابر شوف الاختلاف ما بين عمر جابر وما بين مين وما بين مصطفى الزناري هنا الاختلاف في أدوار زيزو اختلفت تماما يعني برضو لازم احنا نكون عارفين ان زيزو الزناري لما يبدأ زيزو بيبقى ايه فاتح على آخر الخط لكن عمر جابر لما بدأ زيزو بدأ يعمل يا كابتال نسان بدأ يدخل لجوه ما هي دي النقطة اللي بقولك عليه النهاردة عشان الداخلية كانت في بداية الشوت في تاكنتولات دفاعية ومزلت لكن عمر جابر زيزو لما دخل قلب الملعب خد الباك بدأ يوسع لعمر جابر دي حاجة مهمة جدا هنا الجون اصلا كله في حاجتين تمرير الدنجة مررها كويس جدا وتحرق زيزو زيزو اخد عين الباك ليفته والمساك الشمال معاه وفضل مسحف ظهرهم لمين؟ لعمر جابر عمر جابر هنا بيخش الجوه عكس الزناري الزناري وقف وراء دايما فانت النهاردة انا يعني ككولر كولر يشوف شاف عمر جابر هيعرف ان زيزو هيخش الجوه وعمر هيطع في ظهر معلول شاف الزناري يبقى زيزو هو اللي هيبقى بيتحرك في ظهر مين؟ معلول خلاص فكره مدرب الزمالك واضح بس دنجة تحديدا بص الكرة وصلت ازاي لعمر جابر خلاص انفراد انفراد بس ارجع ثواني هنا بقى مهم جدا فيه حاجة مهمة جدا مهم جدا الضغط على دنجة عايز تكسب الزمالك معركة وسط الملعب لازم تضغط على دنجة تفصله ده خلينا نروح للسؤال دايما المقولة بتقول اللي بيمسك وسط الملعب في المبارات الزي دي للغلبة للسيطرة لإحراز الأهداف بيقدر يتملك زمام الأمور في المبارات الكبيرة لزي دي طبعا وسط الملعب طبعا دنجة النهاردة يعني دنجة عامل مشاكل كويسة جدا مع الزمالك بس انت انا بحس انهم عندهم بطء شوية عبدالله السعيد كبر شوية الصراحة يعني في السن فمعدل الجاري بتاعه مش قوي وناصر ماهر برضو حركته مش قوي بطيئة كلهم لعيبة حريفة ولعيبة خبرات بس تقال فيه تقل فلما بيبقى في دنجة معهم ان انا عايز افصل دنجة تحديدا عشان تحس ان الفريس زمالك انفصل خلاص دنجة تحديدا بتضغط عليه هنا دور مين امام عشور امام عشور يعني مرحلة التحضير لازم في واحد بيضغط على دنجة جنب او السلية مثلا اي واحد تمانية بدأ سواء السلية سواء امام عشور مهم جدا ان انا اضغط على دنجة والمهاجم لازم يضغط على واحد من الاثنين المساكين سواء بدأ بقى وسام أبو علي موديست كهربا اي واحد فيهم لازم يكون بيمارس الضغط على الاثنين المساكين ولازم امام عشور او السلية بيضغط على دنجة لان انا عايز افصل الزمالك بقى بيعمل تمريرات بقى بيعمل تمريرات كتير صفقات الزمالك الجديدة هتكون مؤسرة في مباراة زي دي يعني انا شايف ان هم عندهم اصلا كان عندهم انا شايف اتنين لعيبة كويسين زيزو يعني من كم الصفقات او اللعيبة دخل اتنين لعيبة من كم الصفقات انا شايف ان الصفقات اللي جاد مش يعني يعني بصراحة انا شايف ان لا يعني الزمالك مش جاب صفقات اه اسماء بس لكن كتدعيم الشطرة ان انت تعمل ايه تبقى للاحتياجات الزمالك اصلا عنده مشكلة في وسط الملعب مجابوش حد في وسط الملعب كلهم عملين يجيبوا ايه عشرة عبدالله السعي احمد حمدي ناصر ماهر كلهم شبه بعض اصلا في حتة النمت ممكن محمد شحات هو ده اللعيب اللي ممكن نوعا ما صغير في السن يعمل كميات جري كبيرة نوقف في الصورة دي عشان ممكن نشوف قضية جديدة الصورة دي ممكن نشوف قضية جديدة ازاي بقى الزمالك زي ما تكلمنا في المميزات الزمالك عنده مشاكل دفعية لازم تستغلها الزمالك الاتنين المساكين بتقوى في الكرات العرضية غويين في الدربات الرأس بيصلحوها دايما فين الثمانتاشر الثمانتاشر مش على الاطراف مش على الاطراف عشان كده امان مهم جدا التزديدات السلية مهم جدا التزديدات كوكة اللي رايح لازم يعمل حسابه في العرضيات انها لما ترتد الكرة التانية انه نشوت بصوا حدك هنا مين ده اللي بيطلع حسام عبد المجيد طلعها المين طلع فين كمان هات الصورة اللي بعدها طلع على الثمانتاشر في الموضوع يا يعني طلع على حدود الثمانتاشر اللي هي نفس الكرة بتاعت افشا ايه الكرة التانية في الالعاب اللي زديم تبقى مهمة من الخطوط تبقى أريبة مهارة التزديد تقدر تشوت هنا من اللي طلعها حسام عبد المجيد دي كانت احسن كرة لدخلها في الشوت الاول هات الكرة التانية هنا برضو من اللي مطلعها حمزة المسلوسي مطلعها فين بص كانت السورة اللي بعدها هتلاقي مطلعها برضو في نفس الحت عنده كوس منطقة الـ 18 فانت هنا ممكن تشوف قضية ان شاء الله فدي حاجة مهمة ان لازم اللعيبة تكون حطر حاجات دي في بالها ان انا ممكن اتوقع ان مدافع الزمالك يغلط يطلع للقرعة الـ 18 ده رشوت هنا بقى حاجة مهمة هنا دي اخطر حاجة للزمالك في المباراة الكرات السبتة الدربات الروكنية كانت تحديدا عنده اطوال حسام عبد المجيد بيمتاز بالطول مصطفى الزناري عنده طول يعني لايبقى بتوجيه الدربات الرأس مصطفى شلبي اخطر حاجة في الزمالك في مباراة يوم الجمعة الدربات الروكنية والدربات السبتة ليه؟ الزمالك اصلا مش فرقة عندها سرعات او فرقة تقليك او في حاجات معينة بس في الدربات الروكنية فرقة زي دي اه حتيجي هي مليون في المية حيجيوا يلعبوا على الدربات الروكنية لان هم عندهم احمد سيد زيزو احسن واحد في مصر بيعمل اوفراه اه كرات السبتة فهو حتى لما جاء عبد الله السعيد هتلاقي زيزو هو اللي بيرفع وعندك مصطفى الزناري الاوتات حسام عبدالله حسام عبدالله الوريبة صح بيرميها طويلة بايده بيوصالها داخل التمتاشة برضه دي واحدة من الحاجات الكوية جدا انه مصطفى الزناري بيعمل الاوتات الطويلة بس الدربات الروكنية تبص هنا الكرة دي بتتلعب فين؟ بتتلعب عند اللي هي دايرة اللي هي ضربة المرمى لما الحارس بيشوت منه عند الخط بالزفر اه اقريبة من الست اه اه بيجي تحديدا وناصر منسي لانه هم الاثنين مميزين بص الصورة دي بقى كمان الصورة دي بتبين لك الفرق ما بين اوسوريو وجوزيجو ميز دا جوزيجو ميز دا احسن شوية من اوسوريو في حاجة انه هو دايما بيديع المساحات ومنظومة الضغط الجماعية بيعمل كسافة دفاعية في منطقة معينة بص صحبك هنا كم واحد من لعبة الزمالك هتلاقي ان الزمالك كله الكرة دي بتضغط واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة سبعة تمانية وتسعة كمان اللي هنا المهاجم يعني بتكلم تسعة في جنب الملعب ناحية اليمنين كلهم في جنب واحد هتبين ان دي بس دي واضحة اوه اربعة اثنين تلاتة واحد لنه بيلعبوا به يعني في الك MALدي ده واحد بس من لعبة زمالك مركت والتسعة في المنطقة دي وهتلاقيهо ايف ورا اللي هو المساكل اللي ورا بس يعني هو ده بس بص المسافة ما بين المهاجم وما بين الدفاع ده لو نشوف اللقطة دي لعبت الأهلي مفروض تعمل إيه في الحاجات دي هل النهاردة يحصل تدوير الكرة في الناحية التانية بسرعة؟ طبعا لو قطعت الكرة تحطها ناحية اليمين لو إنه ضغط اليمين تحت الزمالكة حطها ناحية التانية ناحية فتوح؟ ريدا سليم هنا فكر في ريدا سليم بصراحة ريدا سليم لو بدأ مباراة زي دي ريدا سليم لعيب عنده سرعات لعيب عنده الدافع في مطش زي ده إن أنا عايز أثبت نفسي وعايز أسمع مع جمهور النادي الأهلي ده يا خدني الحت طب تتكلم عن المباراة والتسعين دي والتشكيل من البداية وكرات السابتة لكن عندك دكة بره هنا وهنا أوراق ربحة المباراة اللي زي دي ممكن تخلص في الشوط التاني ممكن بديل ينزل يخلص ممكن المباراة تروح لركلات الترجيح فيه سيناريوهات كتيرة تبقى في دماغ المدير الفني طبعا بالنسبة للزمالك تحديدا هو الزمالك حطت سيناريو زي ما قلت لحضرتك لو هو روءة لو النادي الأهلي يسجل فيهم هذا فهتلاقي عبدالله السعيد رجع ارتكاز ونزل ناصر وأكينولا وأكينولا هو اللي ينزل مثلا جنب ناصر منسي وعنده سيفي الجزيري برضو كويس ممكن يقدر يستغله فعنده أوراق في الجانب الأمامي بنسبة للنادي الأهلي النادي الأهلي عنده أوراق كتير نادي الأهلي الوقت أنت أصلا بقى عندك الدكة فيه ناس في الدكة أحسن من الأساسيين يعني مثلا فيه عمر كمال عبدالواحد لو ما بدأش ده ده ممكن تحطه في كذا مكان ممكن تحطه جناح في ماتش زي ده ليه لا يبقى لعيب عنده سرعات يعمل جبه على أحمد فتوح يبقى حاجة كويسة عندك برضو ممكن تحطه مكان هاني واحد زي عمر كمال ده ورقة مهمة جدا أنت عندك حسين الشحات وتاو لو بدأ بالشحات وتاو هيبقى عنده ريدا سليم وعنده كريم فوقت في الاحتياطي تمام خلو أجدوا كلها أمور فنية لكن يتبقى توفير ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده يبقى كرة ماشية معك المدير فني في تشكلتك في تغييراتك أيضا مع اللعيبة عشان وقتنا دكتور أخيرا رسالتك بقى للعيب النادي الأهلي والجاز الفني قبل مباراة الجمعة إن شاء الله أهم حاجة التركيز التركيز مهم جدا الهدوء استغلال الفرص المتشاط اللي زي ديت بتسمع مع الجمهور لأي حد المتشاط الأهلي والزمالك تحديدا بلازم كل لعب يعرف كده إن أنا بصنع تاريخ لنفسي وللنادي بتاعي أستغل الفرصة أقاتل على كل فرصة بتجيلي ممكن من فرصة صغيرة إن أنا نكسب بيها طب أواحد سف نخلي بالنا جدا من الكرات السبت أرجع وكرر الكرات السبت لنادي الزمالك يا أخطر حاجة بالذات الدربات الركنية لازم أحاول إن أنا أول ربع ساعة أضغط ضغط عالي مهم جدا إن أنا أنزل بشخصية النادي الأهلي وأحاول أخطف هدف إن شاء الله هتفرق كتير شرفتنا ونطرها دكتور سابت شكرا كابتن أسامة وبالتوفير للنادي الأهلي إن شاء الله وأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر ضيف الدكتور أحمد سابت النهاردة يعني وفة يعني بكل التحليل الفني لمباراة الجمعة إن شاء الله وكل التوفير للعبي النادي الأهلي في هذه المباراة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونسبوع اللي جاء إن شاء الله حلقة جديدة من الأشباب